بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدار دايماً بيكون أحبابنا معنا يوم الحد نتكلم فيه عن إزاي نتجاوز كتير من التحديات اللي بنعيشها في حياتنا الزوجية ويبقى بننتقل من التوافق إلى الرضا إلى السعادة وإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نعيش قوله وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مؤدة ورحمة يبقى احنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتمسك بمدد الله للبيوت النهاردة بالذات عن التكلم عن حاجة بتحصل في كتير من البيوت وكتير من الناس ينكروا إن هي موجودة مع إنها موجودة عارفين التحدي بتاع النهاردة اللي بيزهر في كتير من البيوت وما ينفعش نسكت عنه ما ينفعش نسكت عنه لأنه هو في الحقيقة كل ما كنا بنتكلم عن حكاية خفية بتفسد البيوت وبنقدر نتعامل معها ونتجاوزها هو ده محل العمل اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه وهو إصلاح ذات البين تعالوا نشوف التحدي بتاع النهاردة بيقول إيه التحدي بتاع النهاردة بتتكلم عن العلاقة الانتقامية ما بين الزوجين أول ما يسمع الزوجين كده يقولوا ما فيش علاقة انتقامية خالص الحمد لله ما عنديناش الكلام ده تعالوا نشوف نشوف حالات عندها تحدي كبير في علاقتها ويأن طرف من الأطراف ماله حاسس أن شريكه عايز ينتقم منه ومش شايف فيه سبب لده والطرف الآخر بيقول والله أنا مش شايف أن أنا بعمل كده وحقيقة أنا ممتقمش منه لأنا بحاول بقدر الإمكاني أن أنا ساعده يكون أفضل بأن أنا أضغط عليه آه بس أنا في الحقيقة مش بنتقم منه ولا بكسره أنا بحاول بقدر الإمكاني أن أنا أخليه بأحريص أكتر وخليه بأفعال أكتر وفي أوقات الزوج بيكون حاسس أن بينه وبين زوجته تاريخ من المشاكل وفيه ضغط نفس عليه وهو بيتعامل معها فيعمل إيه؟ وهي شايفة أن هي محتاجة تتغير وهو شايفة أن هي محتاجة تتغير ليه طيب محتاجة تتغير؟ لأنها ذلوعة وأمرها ما تحملت المسئولية وطول الوقت كان هو اللي بيشيل مشاكل للبيت وهي ما بتعملش حاجة والزوجة برضو بتكون كل اللي عاوزاء أن هو يتوقف عن الطريقة اللي بيعملها بيها ويبطل العنف مش قصد الضرب طبعاً الضربة جريمة وكمان حرام ولكن تصرفاته أن هو يوجعها وأن هو يزيها وأن هو يقولها كلام من تحت لتحت وهي تتجرح وتتدايق ويهددها وكمان يقارنها بغيرها وكل أو يزع الأولاد على حاجة هي اللي قالت لهم تعملوها وهي ما لهاش زنب في ده كله المشاكل اللي بينها وبين أهله مثلاً يحسبها عليها طب هم بيعملوا كده كده ليه لأنهم في الحقيقة نفسهم مش طيبة وبيحاولوا يعملوا الكلام ده ساعات من غير ما يدروا وعشان كده بيلاقي مشكلة ما بين الطرفين أن فيه ندية في العلاقة أول ما بيبقى فيه ندية في العلاقة بنشم ريحة الإيه؟ ريحة الانتقام وكل طرف يطلب من الطرف الثاني أنه هو يسلم يزعن بقى سواء أنه هو يزعن باستخدام الدين زي الراجل في حالة ما يستخدم مفهوم القوامة أو الست لما تستخدم مفهوم الرحمة وإحنا وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وساعدته يستخدم في الانتقام كمان إيه؟ العلاقة بالأهل عا تسمعي الكلام ولا ما فيش زيارة لأهلك وهم بنعرف هنا أن فيه علاقة انتقامية بدأت تظهر ما بين الزجين لما اسمعتش الكلام مش هتروح لأهلك وإنت لو مرحمتنيش هادع عليك آه ده انتقام خلاص يعني كده ده انتقام رسم والزجين ساعات ما بيبقوش عارفين إن ده انتقام وبيستغربوا لما نقول لهم ده وينكروه بس هي بتحصل لما يكون أسرة الزوج والزوجة كمان بيتدخلوا ما بين الزوجين ويا سلام بقى أشهر حالة انتقامية بتبقى ما بين الزوجين إمتى؟ لما يكون الأهل ما كانوش موافقين على الجواز وهم اتجاوزوا فإيه اللي حاصل؟ فتحصل مشاكل والزوجين بيحبوا بعض فيتجاوزوا والأهل مش موافقين فإيه اللي يحصل؟ فبعد شوية نكتشف بقى إن إيه؟ إن إحنا مختلفين فييه اللي حاصل تقول والله إذا أهلي كان عندهم حق وأنا اتحملت أو هو يقول والله أهلي كانوا عندهم حق وأنا يبدو إن إنا أخطأت في القرار ده فيبتدوا الأهل يضغطوا فيبتدي هو ينتقم على التكلف اللي هو تكلفها في الجوازة أو إن هي تبتدي تنتقم عشان هو مش حاسس بأدية ضحة علشانه ونكتشف بقى إن الأهل كانوا بيدخلوا من تحت لتحت وبدون ما يشعروا في كل التفاصيل كل تفاصيل علاقته مهما كانت بعيدة عن طريق التحريط ساعات وساعات التلميح وطرق كتيرة مباشرة أو غير مباشرة وممكن كمان الزوج يستعرض بعض الأمور اللي هي صعبة عليه أهل الزوج زي الأيمة ورفضوهم إنه هو ورفضوهم النواة الجوز بنتهم والفواتير اللي دفعواها له كتير وعملوا له مشاكل وهي بتدفعوا فاتورة كمان كمان ممكن تدفعوا فاتورة إيه؟ تدفعوا فاتورة رفض أهله ليها عشان كده لازم نعرف إن الجواز مش ساحة للصراع ولما الجواز بتحول لساحة من الصراع اللي بيحرك للتنين اللي تقام هي تقول ده بيتعامل معايا كإن عدوته وهي كمان بتقول ده بيتعامل معايا كإن عدوته ساعتها بنعرف إن الجوازة تحولت إلى ساحة من الصراع وإن بيحركهم مش المحبة ومش المودة اللي بيحركهم الانتقام وساعات المهركة اللي ما بين الأهالي يعملها الأزواج بالنيابة عنهم وتشتعل البيئة وتشتعل الأسر ويحصل حاجة مشهورة أوه والتلكيك التلكيك والانتقام المتبادل بقى ويغيب السكن والمواد ده والرحمة ومين اللي بتفرم الأولاد والأولاد يبتدوا يعانوا وهنا ساعات السن بيكون عليه عامل فمثلا لو هو كبير في أخواته فهو المفروض كلمته بتتسمع وإن هي تقدره وهي مثلا صغيرة في أخواتها فيتدلع فالتلين لما يبقوا مع بعض كده وكل واحد شايف إن هو نجم في أسرته يبقى إيه اللي يحصل لما بييجي بقى يحصل التنافسي حطني في مكانتي وقدرني أنا درة فريدة ويقول لها لازم تحترميني أنا صاحب الكلمة وأنا كلمتي هي اللي تمشي وعايزها تزعن ليه عشان هو كبير وهي عايزها تترحم وتتدلع ليه عشان هي الصغيرة فإيه اللي يحصل يحصل خلاف ضخم لكن تعالوا نشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل عشان يعلمنا إزاي نتجنب ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتغاضع ما كانش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل 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 حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهما الذي يبدأوا بالسلام السلام هنا مش إنه يقول سلام عليكم السلام يعني ايه المسالمة خلاص انتهى ده كان زمان العيش في الماضي ليس من شيمة العقلاء والحكماء أنت بتعيش الحياة أنت تزوجت بنتهم وخلاص بقيت ابنهم لما تفضل تكتر ده وتفضل تعيشه هذا مش من شأن الحكماء لأن الكيس من دهنا نفسه وعمل الكيس هو اللي بيبصه لقدام مش بيبصه الورا وعشان كده العلاقة دي هيكون فيها عدم توافق لما الناس تبصوا الورا إلا لو كان الشخص بياخد مبادرة أن كل اللي حصل بنا انتهى لكن لما ياخد بقى دور الناقد وحاول بقدر الإمكان النوايا قهر اللي قدامه المسألة هتوصل فيها أن احنا قد نستخدم الشرع في انتقامنا من بعض فهو يقول لها ما تخرجيش من غير إذن أه حقي ولا مش حقي حقك وهي تقول له انت بتاخد من الشرع اللي انت على مزاجك وانت بتنفس كل الشرع يعني يعني انت أصلا بتحسن إلي انت بتقف جنبي انت بتراعي البيت ما حضرت النبي قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتي الرجل راعي وهو مسؤول عن رعياتي احنا مش براعيتك وانت كنت يعني بتقف جنبنا ولا بتبقى موجود معانا ولا انت سايب كل الحمل علي فيتحول الدين والشرع إلى ايه والقيم كمان القيم كمان لما تيجي تقول له فين الرجولة في اللي انت بتعمله ده ويقول لها فين الرقة وفين الأنوسة في اللي انت بتعمله ده فيتحول الدين والقيم أدتين من أدوات الانتقام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا في علاقتنا في علاقتنا بأزواجنا وزوجاتنا ايه علمنا ما قال للسيدة عائشة لما قال لها اني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة ما كانش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقصد فقط اللي احنا فهمناه ان هو حضرت النبي يعرف امتى هي بتغضب وامتى لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لها ايه انا مش هاخد على أنا مش عايزة على إن أنت بتكون يساخط عنه ويزاك السيدة عائشة لما قالت له كده رح تقالت له إيه والله لا هجر إلا اسمك يا رسول الله يعني وعيز يقول لها إيه أنا عارف إن أنت بتسخطي علي بس أنا كمان ما بنتقمش منك هي حسد بده حسد بأمان وإيه اللي حاصل هنا ومن هنا نعرف إن كل واحد فينا لازم يكون ميخلي باله من السلوك العريانة اللي عند شريك حياته ما يجي فحضت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنا عارف إن إيه إنت لما بتكوني زعلانة بتقولي إيه فأنا ساعتها مش هقفلك على الوحدة لإن ده هيخليكي تحس بإنك أنت مش مفهومة وتضطر عشان تفوأ اللي قدامك ممكن أن تندقل يبقى نعرف منين إن اللي بيعمله شريك حياتنا ده ده نوع من أنواع الانتقام لما يكون فيه ثلاث عوامل وهي المواصبة على التقصد مع التوقيتات المعينة اللي بيحصل فيها ده فيكون ده اسمه انتقام مش إيه مش نديه لعنات يعني إيه في حد قاصد إن أنا لما جيب الموضوع ده إنه يعمل إيه يظهر الرفض وفي الوقت ده بالذات ما يسيبش الموضوع ويفضل ماسك فيه آه ده انتقام أنا عافية أنا بقول انتقامنا عشان إيه عشان ننتهبه مش عشان تقوله أنت بتنتقم مني بقى أنت إنسان مش كويس لا عشان ننتبه إن فيه حاجة عنده هو مش قادر تمشي هو مش قادر يسامح يبقى في اللحظة دي عناعرف أن نعمل إيه يبقى أول علامة لما يكون فيه أوقات معينة وفي حد بيترص وحد قاصد إنه يمارس الوقوف ويهي الوقوف على الواحدة في الوقت ده في الأوقات اللي مش بيكون الزوجين مركزين فيها بيحصل بينهم العدوة الزوجية يفضل الانتقام 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 لغاية ما يحسوا إنهم أعداء فيبتدي كل واحد يحس إن التاني بيتعامل معاه على إنه عدوه وأكتر حاجة بتصنع العدوة الزوجية هي الانتقام الزواجي ولذلك ممكن الزوجة في الأوقات دي تلاقي زوجها أنا أقاسب بيضربها بيضربها ليه؟ لأنه عايز ينتقم هو عايز ياخد حقه فلذلك الزوجة لازم تفهم إن الأوقات دي اللي هي بيتمارس فيها نوع من أنواع الانتقام الانتقام مش هيوقف عند حد الانتقام دي دايرة دايرة جهنمية هتستمر ولذلك تخلي بالها إن في أوقات اللي هتلاقي فيها جوزها بيضربها لازم هي تنتبه لازم هي تنتبه وقد يقول إنه يصل بيها الحل شوف الحل إنه يضربها ضربه كأنه بيضربه بيضرب راجل تيجي إنا في جلسات الإرشاد تقولي دا ضربني إيه كأنه بيضرب راجل ليه؟ لأنه حاسس إنه في حد قدامه كأنه راجل هوا دا بالتبرير إحنا بنأكد إن الضرب جريمة وكبيرة وهو بيقول أنا ما كنتش حسس بنفسي إنه بيكون دا ساعتها مدفوع بالانتقام شوف ممكن الانتقام يوصلنا إيه؟ إنه إحنا نكسر أعز الناس علينا ونأزي أزية ممكن تفضل طول حياته الضرب دا بيعلم في نفسية الست ويفضل طول حياته في الحالة دي اللي زاكرناها لو كانت الزوجة هي الصغيرة المدللة في العائلة بتكون أكثر شعورا بأنستها وهو بيهدم لها أنستها وهي كمان هدمت له شعوره بأنه الكبير وطول الوقت بيكون عندهم دوافع دوافع إيه؟ أنا عايزة أسترد الكرمتي أنا عايزة أستردت أونستي كل حد بينتقم عنده إيه؟ عنده شيء يبرر به الانتقام أنا أعمل إيه؟ ما أنا مش مرتاح أنا حاسة إن أنا ما خدتش حقي أنا حاسة إن أنا مش مرتاح أنا ما خدتش حقي حقي إيه؟ الانتقام على فكرة الانتقام ما بيجيبش حق قولوا لي مرة حد انتقم والانتقام جاب له حقه الانتقام بس اللي بيفرح به أن النفس الأمر بالسوق شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبو بكر منع العطية اللي كان بيعطيها المسطح ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإيه اللي حاصل؟ قال أحب والله يا رب فرجع العطية مرة تاني يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ليس الواصل والمكافئ وكذلك ليس المعتدل بمن ينتقم لأخذ حقه لا دا مش هو دا الاتزان الاتزان مش أنك أنت تنتقم عشان تاخد حقك بنفس الوسيلة اللي حصل لك فيها المهانة أو بنفس الوسيلة اللي حصل لك بيها الإهانة وبعض الأزواج بيقولوا أنا بيتضغط عليها عشان أنا بضغط عليها بس عشان إيه؟ بيقول سعادة كده أنا بضغط عليها عشان تطلع اللي جواها لأن هي جواها كويس يا سلام إيه عبقرية دي؟ يعني إيه عشان أنا جواها حد كويس؟ فتضغط عليها بالانتقام عشان تطلع الشخص الكويس اللي فيها آه أنا أعرف فيه ناس تربويا حتى بيعملوا مع أولادهم كده ما يقولوش لأولادهم كلمة حلوة يقولوا أولادهم كلام صعب عشان يطلعوا اللي فيه بس على فكرة دا بيحصل نتيجة عكسية وجات نتيجة عكسية النتيجة العكسية إن هي إيه؟ إن هي كمان تحولت إلى وحش يبقى فيه حاجة لازم ناخد بالنا منها عند الأزواج المنتقمين إن ترك المصارحة يؤدي إلى المجارحة إن إحنا ما منصرحش بعض هنجرح بعض بعد كده هنبقى خشنين هنقذي بعض يعني الشخص الانتقامي عنده طريقة كده إنه يجمع صور شريك حياته ويخليها وحشة اللي أنا بسميه إيه؟ شينطانة شريك الحياة هي تشنيطانه وهو يشنيطانها أنا محدش عمره عمل فيها كده غيرها هي اللي كسرتني وهي اللي خلتني ما يسويش حاجة هي اللي أفقدتني ثقة بنفسي وهو اللي خلاني مش حاسة إن أنا أنثى دمرتني إنت اللي دمرتني فالإحساس دا ما ينفعش إن إحنا نعيش خلينا أقول لكم قبل ما نقول الإجراءات شوية إن الانتقام دا في الحقيقة بيحسوا الإنسان لما بيحس إن هو مهدد أنا مش ببرر أنا بفسر عشان محدش يفتكر إن إحنا لو وصلنا إلى مرحلة الانتقام انتهت الحكاية أبداً خالص بالعكس وصلنا لمرحلة الانتقام نقدر نرجع مرة تانية يبقى الانتقام أبداً لازم نفهم من الشخص اللي بنت انتو الاثنين لما تنتقموا من بعض انتو كل انتو الاثنين كنتو حاسين بتهديد فكل واحد فيكم حاول يحمي نفسه فيحمي نفسه إزاي إن يورر التاني قوته عشان ما يتعداش عليه مرة تاني بس هل دا حصل؟ ونزاك حاطت النبي قال إيه؟ عشان يوقف الانتقام الناس دبعاً كل الأحاديث اللي احنا بتكلم فيها يقولوا أيوة الأحاديث دي نتعامل بيها مع الناس لكن في البيت لا في البيت لازم شريك حياتي هو اللي يبادر بأنه هو يأمنني لا يا سيدي احنا بنطبع على بعضنا احنا اتنين مختلفين فلازم نفهم بعض الأول حضرت النبي قال ليس القويه بالسرعة ولكن القويه من يملكه نفسه عند الغضب هو دا القويه القويه مش المنتقم القويه اللي هو يستطيع أن يمسك نفسه ويمنع نفسه من الانتقام على فكرة أنتوا لو عشتوا الانتقام دا أنتوا بتخسروا أعز الناس عليكم بتخسروا أحبابكم ليه؟ لأن انتوا عملتوا معادلتين غلط المعادلة الأولانية هو مش المفروض بص بقى بص الكلمة هو مش المفروض أنه هو يبقى حنين علي ويتوجع لواجعي إزاي جاله قلب يعمل كده فيه وهو وانا مش المفروض راجلها وان هي تحطني في مكانتي وتحترمني وتحافظ على كرمتي طب هي لو أهنتني وما حافظتش على كرمتي مين اللي حافظت على كرمتي؟ إذا الواحد كرمته وما كانتش محفوظة في البيت هتتحافظ فين؟ أدي أول حاجة إن المفروض إحنا نعمل كده طب إذا كنتوا أنتوا الاتنين بتقولوا الكلام دا فين صوت صوت الإيه؟ صوت النور اللي في القلوب اللي ربنا سبحانت على النظر إليها فين صوت الرحمة فين صوت المودة؟ إذا عز أخوك فهن يعني هي لو اشتدت طيب خطرها وهو لو اشتد طيب خطر فلازم نبقى فهمين كده؟ أدي أول حاجة أول قاعدة عندنا هو كان المفروض يعمل كده وهي كانت المفروض تعمل كده فهو لما عمل كده أنا عملت كده القاعدة التانية ليس هناك حاجة اسمها أنا رد فعلي بس لا إنت فاعل في الانتقام أنتو الاثنين فاعلين محدش يوهم نفسه أنه هو في الانتقام رد فعل أنتو الاثنين فاعلين في الانتقام فلازم نتوقف عنده نعمل إيه بقى عشان نتخلص من الانتقام دي؟ الناس اللي عندهم بلاء الانتقام دي ومصيبة الانتقام دي مصيبة زوجية في ناس كتيرا مش فاهمة أن الكلام ده موجود عندهم وفهمين أنه ده مجرد عناد؟ لا الناس تحولت إلى كل واحدة عايز ياخد حقه ويوجع للتاني أول ما تحس أن أنت عايز توجه توجعه أيوة أنا فرحان أنه وجعته أنا فرحان أنه يتوجعت عشان تعرف هي بتعمل إيه فيه؟ أنتو منتقمين والانتقام ده مش من سلوك أهل الإيمان وأهل المحبة ماشي؟ المؤمن ومن أمينه الناس المنتقم ده واحد ما بيأمنوش على نفسه يبقى أول حاجة نعمل إيه؟ أول حاجة نوعد أعدد مصارحة عن علاقتنا بالأهل لعزل تأثيرهم أول حاجة نمنع التأثيرات الخارجية اللي إيه؟ أيوة يا ابني ما تسكت لهاش نمنع التأثيرات الخارجية خالص الأهلنا ليهم عندنا البر بس ما لهمش أنهم يتدخلوا في حياتنا نعزل تأثير الأهل عن الحياة تاني حاجة نتوقف عن الإصرار على الحلول الصعب بلاش نحط العقدة في المنشار أنا مش هرجع غير لما يروح يعتذر لأبويا ويبوس ده على دماغ أخويا فهو إيه اللي حاصل؟ يعني أبوك وأخوك أولوية أي وأبويا وأنا مش هسمحه وأنا مش هسمحها غير لما تروح تبوس على إيد أمي لا ده عقدة في المنشار بلاش نتجنب العقد اللي في المنشار دي لو عايزين نتخلص من الانتقام الحاجة التالتة ببساطة لازم نرجع بقى حاجة عاملة زي السحر كده في البيوت اللي هي إيه؟ الامتنان نرجع نمتن البعض كل واحد فينا كده لو هو عايز يحل الانتقام بعد ما نجنب أثر الأهل على البيت وبعد ما نبطل العقد اللي في المنشار نقعد كده ونكتب والله زوجتي دي والله يشيلاني طب أنا كم مرة أمتني أنا ما أمتني زي أبدا على فكرة يا حبيبتي أنا سعيد إننا ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيك إيه ده هنعمل كده وإحنا في دائرة الانتقام آه مو ده لا يكسر دائرة الانتقام إحنا محتاجين مبرد أعظم مبرد للانتقام الامتنان نرجع تاني نمتني البعض الحاجة اللي بعد كده الحاجة الرابعة عزلنا البيت عن التأثيرات الخارجية تاني حاجة على طول توقفنا عن العقد اللي في المنشار تالت حاجة كل واحد فينا يمتني للتاني بالأشياء الحسن اللي هو بيعملها في حياته رابع حاجة وآخر حاجة إن احنا لازم نغير بالنمج حياتنا ولازم أول حاجة نبغيرها في بالنمج حياتنا إن أوقات ما الدنيا تشتعل نقرر إن احنا نصمت ونؤجل النقاش لوقت آخر محدد نرجع فيه زي الساعة نتكلم ونتناقش ومن أفضل الحاجات اللي بتخلص على الانتقام الحوار دوموا على الحوار ولو نصف ساعة كل يوم الانتقام يقل ويخف الناس بتنتقم لما كل واحد فيهم بيسيب نفسه بيسيب ضميره للنفس الأمر بالسوق فتأكله فلا يبقى منه إلا وحش يريد أن يبتلع من أمامه لكي يحس بأنه موجود بلاش كده احنا أحب وبيوتنا مليانة بالرحمة والمواد ده فتعالوا نمسك في مدد ربنا وأكيد ونجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل الجسر اللي بيبقي بجالس العلم ومجالس النور والوصل بربنا سبحانه وتعالى الغفور ممدودة ونفضل المتشرفين ومتنورين بأسئلتكم ونبتدي مع أول سؤال النهاردة أستاذ محمود من الشرقية أستاذ محمود أستاذ محمود دكتور عمر إزاي أهلا وسهلا فان كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب وأهلك وأحبابك كلهم بخير إن شاء الله وسائر الناس الله يبارك لك الله يبارك لك تفضل فانك عندنا مشكلة فيه يعني ابني متزوج ومراته ثابته من سنة فراحت رفعت أضواء بدون أي أسباب خالص ونجري وراه ما جماعت عالو طيب نقعد طيب مش عارف طيب شوفوا أنتوا عاوزين إيه ما بقى يشوا ردوا علينا يقولوا إحنا في المحكم رحت لوحدة كلمت الأزهر في القاهرة دوني رقم واحدة لم الشمل في الشرقية رحت لهم في الزعزيق وبصراحة الناس قاموا بالواجب وراحوا كذا مرة وبرضو كانوا رفضين وراحت رفعت طلق للضرر واتطلقت من القاضي طيب أنا من غير ما أدخل في تفاصيل بس إيه حيثي التطليق القاضي لها من الضرر حسب ما هي تكلمت وقالت أو شهودها قالت إنه ده ضربها في الشارع تبقى جماعة تعالوا ثبته وإحنا رحنا وقعدنا مع الحكمين ما حضرتك عارف في حكمين في محكمة روسنا بيبقى في حكمين قبل ما يحصل بس يا سيدي خلينا أسأل حضرتك سؤال هي هي راحت وطلبت الطلاق لإن هي تضربت في الشارع طيب آه هي على كلامها بس والله ما حصل إحنا في أيام مباركة لا يستحل إحنا بنعملها معاملة زي أولاد إحنا عندنا أولاد زي طيب خليني أسألك أستاذ محمود لإن يعني البكاء على النبي المسكوب ليس إحنا دلوقتي حضرتك بتسأل إن حاسس إن أنت تظلم إن ابن حضرتك تظلم بإن هي أخذت حقوقها ولا إحنا بنسأل لإن عايزنا أوجه لها كلمة بإن هي ترجع عشان أولادها إيه السؤال بالتحديد هو أنا بتكلم إنه إحنا إحنا لما راحت المحكمة وكده إحنا عاوزين كنا عاوزين هترجع للأسف ده أنهم لما وعال ده مرادكم لغاية دلوقتي نعم وعال ده مرادكم لغاية دلوقتي قال أنتوا عايزين ده لغاية دلوقتي آه والله ما تغيرنا خالص طيب هم بينهم أولاد آه طبعا في طفلي بقالوا السنة معاها آه ابن السنة يعني طيب هم جوازوا مستمر كم سنة تلاتة ولا تلات سنين لا 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 ده حوال السبع تمن شهور يعني بس تعبتنا فيهم جامده واحنا ما بنحبش يعني نعمل حاجة تنجب ربنا خالص والله لو أنا أكلم حضرتك في حالتين في حالة ما إذا كنتوا أنتوا عايزين ترجعوهم لبعض وفي حالة ما إذا كنت أنت بتسأل طب إحنا ظلمناها طب والدوت يا صحي منها ولا لا أجاوب حضرتك على الحالتين مش ده اللي هو السؤال اتفضل احنا عاوزين نرجعها تاني وتعيش بابنها تربيهي وجوزها أحسن من الفصال طب ده يعلم ربنا إحنا بنقول كده وده اللي رايدينه يعني وكويس أنت تجلمتني عشان أوجيه لقى كلمة اتفضل اتفضل يا سيد محمود الحاجة التانية إن إحنا هل إحنا ظلمناها بس والله ما في حاجة مع عشان كده أجاوبة لحضرتك يمكن حضرتك بتسمع من طرف واحد بس أنا بقولك بناءً عن الطرفين والله مرضى أقول لحضرتك يا سيدي أنا أولاً خليني أبتدي بالسؤال التاني تخيل أنا عايزة أبتدي بالسؤال التاني إحنا ظلمناه ولا لا أنا أقول لحضرتك حاجة صعبة قوي إن حد بعد سبعة شهر جواز يطلب الطلاق من غير سبب فخليني أقولك حاجة إن إحنا بدل وصلنا للطلاق وصلنا إلى الإصرار على الطلاق لازم يكون مشكلة سببها الطرفين فإحنا لو عايزين نرجع تاني إحنا مش ينفع نرجع تاني غير بعد ما يقابله حد متخص لإن الفترة اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت دي عملت فجوة أنا ما سميها الفجوة الزواجية ما بين الاتنين مش هيقدروا يهبروا بعض بمفردهم لازم حد يعمل لهم جسر وأول أول لابنا في هذا الجسر أو أول حاجة في الجسر ده إن الاتنين لازم يعترفوا إن هم ما كانوش في حالتهم المناسبة عشان يتجاوزوا الخلاف اللي بينهم يعني يا أمه اللي اتنين حصل لهم حالة من حالات إن هم كانوا فقدين لمهارات إدارة الخلاف بينهم ممكن إبن حضرتك حتى لو مضربش لكن أهان أو عمل أي شيء فيه نوع من أنواع العنف حتى ولو كان العنف ده الحل إن الاتنين لازم يحصل لهم نوع من أنواع التأهيل لو كنا عايزين نرجعهم مع بعض يعني مش الحل إن احنا نرجعهم مع بعض فزي ما بيقول فترجع ريمة لهادتها القديمة لأ إن الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عايزين نرجعهم يبقى الاتنين لازم يتأهلوا يتأهلوا يعني إيه إذا ما قدروش ياخدوا دورة تدريبية في إدارة الخلاف والتواصل الرحيم إحنا كان عندنا ندوة في دور الإفتار أمناها عن وإحنا بنعمل دعم جماعي للأزواج عملنا حاجة اسمها التواصل الرحيم هم محتاجين ليفهموا يعني إيه تواصل الرحيم لأنه واضح إنه هو دوة نقطة الخلاف اللي بينهم يبقى حاجة إحنا ظلمناهم ولا لا أنا بقول الأهم من فكرة الظلم إن إحنا مين عايز يشترك في الحل الاتنين لازم يشتركوا في الحل طب يرجعوا إمتى قبل ما يرجعوا لازم يحصل لهم تأهيل عشان ده ما يتكررش مرة تانية لإني إذا إحنا خرجنا والولد أو البنت في فترة ما يدركوش ومع إن الأطفال على فكرة حتى وهم أجينا بيدركو يعني ما نتصورش إن الإبن مش هيدرك ده إحنا محتاجين نجعل البيت ده يلتأم بسرعة ومركز الإرشاد الزواجي يرحب بحضراته يرحب بهم هما لتنين لما يكون قرارهم إنهما يرجعوا لبعض لأنه ده قرارهم هما لتنين مش قرار الأسرتين لازم هما اللي يكونوا مقررين إنهما يرجعوا مع بعض عشان هما ساعتها يقرروا إنهما يخودوا تجربة تغيير بعض السماعات في شخصيته معايا الأستاذ معايا الأستاذ أمه رحيم من المنوفية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بقولك يا شيخ أنا عايز أسألك سؤالين اتفضلي دلوقتي أنا جوزي بيشرب بيشرب ميا يعني لا بيشرب حشيش سلم يا رب عوز بالله من الشيطان الرجيح هل دلوقتي هو ما بيبطلش اجتمافية وبيعجي اجتمافية فأنا معايا بنات ومعايا عارسة متجوزة فأنا ناعدا نستحمل عشان خطر عيالي طيب يسأليني سؤالي حاجة مرحيم هل هو دلوقتي لو أنا سبت ومشيت أنا عامل عشان خطر عيالي فأنا الحل ايه دلوقتي الحل فيه بينك وبين ان انت تسيب البيت وتمشي حاجتين لازم حاجتين تعمل يوم حاجة الأولانية ان انت أولادك عندهم كم سنة عندي واحدة عندها 18 ده اللي انتوقعته طيب احنا نعمل إجراءين الإجراء الأولاني ان احنا لازم نقعد معاه ونقوله ونقف وقفة حسمة انت الأول وقفة حسمة بتقول له احنا مش هنستمر في بيت فيه إدمان البيت دوت ما ينفعش ان أولاد ينشأوا في هذا المكان فاحنا مش هينفع الكلام ده فأنتي توقفي اول حاجة تواجيه وتقول له ده مش هينفع لانه هو ايه اللي حاصل كثير من الرجال اللي بيوصلوا لدرجة الإدمان او درجة ان هم يشربوا مخدرات بهذه الكثرة ايه اللي حاصل المتصورين أهلهم بيقول لهم شوية بعبعة والكلام وبعدين عايز كوتوا والأسف المخدرات وخاصة على فكرة عشان بس محدش يقول معرفش الحشيش فيه إدمان وبدل واحد واصب عليه كده يبقى هو مدمن يبقى ايه اللي حاصل يبقى هذا الإدمان لابد ان هو نقبله يعني ايه الشخص الذي اعتمد على المخدر فلازم المخدر ده يطلع من جسمه فلازم هو يحس ان فيه حاجة بتنقص من حياته فيه اللي يحصل هنواجهه الأول طب والحاجة التانية أنا نترك فيه حاجتين حاجة التانية هننقي أفضل ما خلاص بدل الأولاد عارفين وهم كبار في السن ومدركين هننقي أقرب ابن من الأبناء ويبتدي يكلمه ويقوله انا عايزة عايش معاك بس انا مش هقدر عايش معاك بهذه الطريقة انا حياتي بتتدمر انا مش عايزة شوفك كده واحنا مش هنقدر نشوفك كده لان احنا بنحبك فلابد ان انت تسيبي تسيبي الإدمان ده وبعدين يدخل أولاده يدخل باقي الأولاده ويقولونه نفس الكلام ده احنا لازم نعمل كده لان احنا لو عملناش كده يبقى احنا ما كناش عوني له انصر أخاك ظالما او مظلوما قال وعلمنا كيف ننظره منظوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال ان نرده عن ظلم يبقى انتوا لازم تحمله الكلام ده معانا الاستاذ احمد من الاليوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى عددكم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك عداء الله عليكم وعلى صديق العمل وعلى عالم ادمع بالخير واليمن والبلكات يا رب ان شاء الله سؤالي لحضراتكم دكتور عمر الورداني الله يعز حضر الله يرضى عنك تفضل يا سيد زحم سؤالي لحضراتكم مع حضراتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمة سؤالي لحضراتكم هل يجوز شرعا ان تضيف الزوجة بندا في عقد الزواج اللي يتزوج زوجها من غيرها طيب فيه سؤال تاني شكرا جزيلا لحضراتكم وفضلاتكم وفريق العمل الشرط ده تسمو شرط الخل اللي هي ما يتجوز عليها وفي الحقيقة الشرط ده بيتنزعه حاجتين هل هو بيخالف مقتضى الزواج اللي هو ايه مقتضى الزواج مقتضى الزواج انه الزوج حر حر يعني ايه انه مفيش حاجة تقيد حريته في انه هو او تسليبه حق شرعه والله لا انا شوية ده اللي عليه جماعيه رفقها حاجة تانية لا ده يجوز لها ان هي والشرط ده مش شرط احنا مكلم في الشرط ده بخصوصه مش في تقسيم الشروط احنا عندنا التالي اقسام في الشروط فيه شرط موافق لمقتضى العقد فيه شرط مخالف لمقتضى العقد فيه شرط زائد عن مقتضى العقد فالشرط ده بعضهم قال ده مخالف لمقتضى العقد معاقد الزواج وبعضهم قال لا ده شرط موافق لمقتضى العقد ده من حقه او شرط زائد عن مقتضى العقد قالوا انه هو شرط زائد عن مقتضى العقد ده بقى حل في ايه اذا كان فيه مصطحة للناس انهما يشترطوا وده مقتضى اطلاق قوله صلى الله عليه وسلم الناس عند شروطهم فإذا هي شرطة الده وهو قبل هذا الشرط فنحن نقوم بماذا بستاذة حنابلة بإن هي لها أن تشترط هذا الشرط فإذا شرطت هذا الشرط يكون آثما إذا خلف هذا الشرط يبقى إيه للشرط لها أن تشترط هذا لها أن تشترط هذا نعم أم رحيم أم رحمة من القاهرة تتفضل نعم وعليكم السلام ونحن الله وبركاته حضرتك يا شيء لو سمحت دلوقتي يا شيخ أنا زوجي عايز يتجوز علي ينفى أننا أدعي الصلاة أنه هو ما يتجوزش علي ينفى طيب هو دلوقتي أنا عايز أرقم حضرتك عشان فيه موضوع موهم عايز أكلم حضرتك عليك خذ الرقم من الكنترول بس هو ينفى أن أنت تدعي أن ربنا أنه هو ما يتجوزت عليك لأن دوت مفوش أي ضرر ولا فيه أي حاجة أنت عايزة فقط أن زوجك يكون ليك ويقوم بمسؤوليته ويحتويك ويحافظ على بيته وينفى أصلي صلاة استخارة أنه هو يعني يتجوز علي ولا يطلقني أحسن لي لا أنا مش عايزك تفكري بالطريقة دي فكري بالطريقة أن أنت تحافظ عليه أحسن خلاص طيب والله المرحمة دي سيدتي طيب بص يا سيدة المرحمة بلاش حط نفسك في خيارات دايما الخيارات دي تمزق قلبك وتوجع قلبك خليك يمشي في الإقبال على الله إقبلي على الله سبحانه وتعالى وربنا يغير الأحوال ربنا سبحانه وتعالى كريم خليك مع الله سبحانه وتعالى وما حطيش نفسك في أزمة خلي دايما تفكيرك متعلق برحمة ربنا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك إن شاء الله يفتح عليكم ويدين بينكم المواد الرحمة ويزيل أي واجع عنكم ويخليكم إن شاء الله لبعض ويحفظكم يا رب من كل مكروه وسوء ويجعلك في خير حال أنت وزوجك وأولادك إن شاء الله يا سيدة نهاردة تكلمنا عن دايرة لازم نكسرها مش هيكسرها غير الشخص اللي واثق من نفسه مش هيكسرها غير الشخص النبيل مش هيكسرها غير الشخص الأمين مش هيكسرها غير الشخص اللي بيحب الله ورسوله اكسروا دوارة الانتقام في البيت وما تسمهاش أسماء تلطف الموضوع ما تسمهاش هناك ما تسمعاش مكيدة للأسف هي اسمها أقبح من كده وهو الانتقام توقفوا عن انتقام من أراد أن يكون في جنة الملك العلام فليترك الانتقام ومن أراد أن يكون في صحبة خير الأنام فليترك الانتقام ربنا الرحيم بيحب الرحمة ورؤوف بيحب الرأفة وكريم سبحانه وتعالى بيحب بمكارم الأخلاق خليكم دايما متمسكين بمكارم الأخلاق ومحدش أبدا لا هينقص من كرمته بل عايزيد من مكانته ومقامه عند الكريم سبحانه وتعالى فما أكرم إلا كريم وما أهان إلا لئيم يا رب جعلنا دايما من أهل الكرم عشان ندخل عليك من باب الكرم في أشهر الكرم يا كريم يا ودود يا رب العالمين